اننا بنتكلم عن نادي الاهلي وقبل ما اروح للتصنيف الافريقي خلينا نتكلم عن قائمة الفريق لان قائمة الفريق مهم جدا ان احنا نتطرق لها ونشوف مدى الجودة اللي موجود وهعيد وكرر تاني مش معنى ان انا بقول ان احنا عندنا لعبة سوبر في القائمة وده حقيقي واكتشفنا بشكل كبير قوي وتأكدنا ان الراحة اللي حصل عليها لعبه النادي الاهلي خلال ما يعني تبقى من مراحل اخيرة في بطولة دوري الموسم الماضي ازاي جات بالعائد الاجابي عليهم على حالتهم الزهنية والنفسية والبدنية وده اللي شفنا في المطشين الاولينين في بطولة دوري عبطال افريقيا قدام الانتحاد المنستيري فاكيد برضو الاهلي محتاج بعض التدعمات البسيطة ربما تحدث في شهر يناير لكن ده ما يمنعش ابدا ان انت عندك يعني عناصر سوبر في مختلف المراكز في مختلف المراكز يعني تيجي تتكلم عن حصة المرمى وانا كده اجيب لك القائمة المحلية بالنسبة لنادي الاهلي محمد الشيناوي علي لطفي ومصطفى شوبر ما فيش غبار على امكانياتهم الشيناوي افضل لاعب في قارة افريقيا علي لطفي ومصطفى شوبر قدوا بشكل اكثر من رائع في الموسم المنقضي في المراحل الاخيرة فبالتالي منطمنين جدا في المركز ده وعندك حمزة علاء وعندك مصطفى مخلوف ما شاء الله كمان حاجة وعيدة جدا في خط الدفاع اكرم توفيق اطمننا اوي اوي ربنا يحميها ربنا من الاصابات شفنا اكرم في المطشين الرسميين اللي فاتوا ازاي ادى بشكل مميز تخش على محمد هاني لعيب كبير جدا وعنده امكانيات كبيرة حتى لو ما كانش موفق في بعض الفترات لكن عندنا ساقة كبيرة جدا جدا في شخصيته وامكانياته كريم فؤاد برضو كذلك لما لعب السنة اللي فاتت عبد المنعم وجهة ناظر يعنا بشوفه من افضل المدافعين في افريقيا بدون مبالغ من افضل المدافعين في افريقيا عندك ايمان اشرف برضو من اللاعبين اصحاب الخبرات ياسر ابراهيم برضو من اللاعبين المميزين جدا رامي ربيعة كذلك لعيب مهم وشفنا اهميته في الموسم الماضي متولي اللي بيعود بصورة جديدة مهمة جدا بتطمن جماهير النادي الاهلي بص الاسماء اللي انا بقولها لك عندك مغربي عندك علي معلول بيظهر بشكل مميز جدا مع بداية الموسم في محمد نصير من عناصر الشابة في خط النص زي ما انت شايف كده عندك أليو ديانج في حد يختلف على أليو ديانج لا طبعا السلية حد يختلف عليه لا طبعا حمد فاتحي كذلك ما حدش يقدر يختلف على امكانياته كل دول لعبين دوليين عندك حسين الشحات محمد محمود طهر محمد طهر بيرسي تاو ان شاء الله يرجع طهر طبعا بصراح عمل بداية ممتازة بيرسي تاو ان شاء الله يرجع بشكل مميز زياد طريق موجود مجد يأفش طبعا مش محتاج برضو ان احنا نتكلم عنده بيرسي تاو وابوادر ايجابية جدا من خلال اداءه في المطشين عبدالقادر ما شاء الله تطور مرحوظ في المستوى محمد فخري عمار حمدي يرجع من الاصابة ان شاء الله على خير عبدالرحمن مانو موجود وليد مصطفى وقهربة كمان في الحسابات وفي خط الهجوم حسام حسى ومحمد شريف وشادي حسين سلاسي قوي جدا فاحنا متطمنين على النادي الاهلي في شكل كبير وان شاء الله بإذن الله الاهلي يكون موفق في هذا الموسم شكرا